هذا وهنأت الكنيسة القبطية الأرثودكسية برئاسة قدسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكيراز المرقوسية رئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو أكدت الكنيسة القبطية أن ثورة يوليو تعد إحدى النقاط المضيئة على طريق نضال الجيش المصري في سبيل نهضة الوطن مشيرة إلى أن ثورة يوليو المجيدة أعادت مصر لأبنائها ومنحتها لاستقلال ليحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم